بيّنت دراستان يقام بهم مركز البحث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة واختصار الكريف أن منسوب العنف السيبرني المصلط على الفتيات المراهقات كان لفتاً خلال سنة 2021 وعشرين 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 تاريخ صدور الدراستين تقريب 60% يقول لك إحنا مرثوا علينا العنف فما حتى العنف الجنسي معناها تقريب في حدود 30% 19% يقول لك معناها باللفظي معناها عنف معنوي فما تنمر كسو سوا بار دي فوتو دي كومنتر دي فيديو ساعات يوصلوا إنو العبيد توصل تبشي البسيكيات قد ما تقول أنا مشني بش نتأثر رك بش نتأثر فتولي تسأل هل بالحق ديفوه اللي قالوا لي عليه في اللي كومنتر ديكو موجود فيها وبطبيعة قد ما يكون ثماجك قد ما تدخل في ديبريسيون أكثر فما بشا بورتسونتاج من العبيد قاعدين يشكيوا على التحرش الإلكتروني عنف بأشكال مختلفة والأسباب المتعددة كنشر الصور الشخصية على مواقع شبكات الاجتماعية وتقاسم كلمة سر حسابات الخاصة على هذه المواقع مع أشخاص آخرين أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبرس حملة توعوية للحد منها تحت شعار متخليش الوحشيش وذلك من خلال موقع إلكتروني عنوانه www.nuripalmostro.tn وذلك قصد التوعية والوقاية والإبلاغ عن حالة العنف الوحش هو العنف طبعا الذي لابد من مكافحته ومن القضاء عليه بالتوعية إلى جانب مقاربة مسألة العنف بالتشريعات وأيضا ببرامج التمكين الاقتصادي وأيضا بأهليات الحماية لابد أيضا من الاشتغال على الوقاية وعلى نشر الوعي النوع من التكوين والتأثير لتحمل مسؤولية حتى يكون في مستوى أن يكونوا مسؤولين في المستقبل وهم مستقبل البلد وبالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الذي يقدم معلومات توعوي لتفادي العنف على مواقع شبكة اجتماعية فقد وضعت الوزارة رقما أخذ رئيس 1299 للإبلاغ عن حالات العنف وتتبع مرتكبه قضائيا